أسعد الله مساءكم مشاهدين الكرام نحييكم إنما كنتم في حلقة جديدة من ضيف التحرير لم تتجاوز بعد ربيعها الخامس عشر فكتبت في الأدب من قصة وشعر ونثر تخط قصصا في الخيال في علاقة الإنسان مع الطبيعة في الوفاء بالعهد في زمن القطيعة في حقوق المرأة وتقبل الاختلاف مسيرة حافلة لهبت الله ابنة العاصمة الرباط فعمرها لم يقف حاجزا أمام الخلق والإبداع فكانت للقلم رفيقة وفية عبر إصدارات متنوعة لمجموعات قصصية من شان والقطع الذهبية وأخرى قصة بالفرنسية فحبرها لا يكتب فقط باللغة العربية آخر إصدارات هبا قصة مصورة حملت عنوان طريق المجد وهي بالفعل تسير على هذه الطريق فهي تارة تتقن العسف على البيانو وتارة أخرى تبهرك بمهاراتها في الحساب الذهني وكتابة السيناريو وتمثيل المسرحيات والأفلام الصغيرة وإن ابتعدت عن الأدب مارست الترافع باسم الأطفال فنجحت في الفوز بانتخابات البرلمان العربي للطفل فكانت نائبة للرئيس إلى جانب مقعد آخر في البرلمان المغربي للطفل كل ما سبق محطات مشارفة لطفلة اسمها هبة الله وهي كذلك هل أنتم على استعداد للإبحار في مسيرة الطفل ليست ككل الأطفال الإجابة بالتأكيد أنوبوا عنكم فيها نعم فقصتها تستحق أن تروى لذا باسمكم أرحب بالأديبة المثقفة المبدعة هبة الله العالمي أهلا ومرحبا بك شكراً سلام عليكم شكراً لكم على هذه الإستضافة الكريمة والمقدمة ما كانش شكراً عليها ما أجبتكش نعودوها المقدمة؟ المقدمة دي الحلقة مزيانة؟ الكلام اللي قلنا فيه لا جميل الكلام يقولون النيل هبة مصر وأنا أقول الأطفال أمثالك أنت وأمجون وعزيم ومجموعة من لن أنسى أحد فاطمة الزهرة أخيار كثر كثر ما شاء الله أنتم هبة هذا الوطن الجميل وبكم سيبنى الغد المشرق المشرف مرحبا بك في ميديان تيفي شكراً وكنا نتمنى أن نحضر معك في إصدارك الأخير لنبدأ به حدثين عن آخر إصدار صدر لك الذي تم تقديمه قبل أيام في الرباط هي ثلاثة إصدارات غيثة مصورة باللغة العربية بعنوان طريق المجد تحدثت فيها هذه هي تحدثت فيها عن قدرة الأشخاص في وضعية إعاقة على التأقلم تحدثت فيها على مجموعة من القيم منها تقبل آخر منها كما يقول عنوان طريق المجد يعني يجب أن نخط طريقنا نحو المجد رغم الصعوبات رغم كل ما يمكن أن نواجهه فلابد أن نجد صعاباً في طريقنا لكن التحدي الحقيقي هو أن نواجه تلك الصعاب وأن نتخطى تلك الصعاب هذا ما حاولت أن أمرره من خلال هذه القسة مصورة قصة مصورة صفحة الأولى تقول اليوم هو أول أيامي في المدرسة كل أعين الناس تحدق به قبل أن أتخطى عتبة الباب هذا إحساس اعتدت عليه رغم قسواتي لهذه الدرجة والاحتياجات الخاصة لدينا يعنى من التنمر من نظرة ازدراء ربما من المجتمع أظن ذلك لأنني قمت بورشات مع هذه الفئة مع الأشخاص في وضعية أعاقة وحدثون عن مجموعة من التجارب لهم وكنا نرى أنهم حقاً يعانون من هذه النظرة الدنيا من المجتمع أردت أن أمرر هذه القيم أردت أن أمرر هذه المبادئ من خلال هذه القسة المصورة حتى أبين ضرورة تفهم الآخر ضرورة تتقبل اختلافات الآخر جميل متى بدأت شغف الكتابة شغف القراءة أكيد القراءة تأتي أولاً من ثم يستطيع المرأة أن يكتب يعني انتباقة بارك الله 15 عام متى دخلك هذا الإحساس بضرورة التعلم والقراءة ضرورة القراءة ترارعت في عائلة تحب القراءة كانت والدتي دائماً ترويلي القصص قبل النوم دائماً تحفزني لكي أعرف نهاية الحكاية فكانت ترويلي بطريقة ألف ليلة وليلة أسميها أنا فهي في الليلة الأولى تبدأ بحكاية ثم تتوقف في أكثر حدث مشوق في هذه القصة لكي تنهيها في الليلة المقبلة فبعد ذلك ازداد شغف بالقراءة ازدادت علاقتي مع الكتاب كنت صغيرة جداً يعني ربما ثلاث سنوات أربع سنوات والدتي كانت ترويلي قصص قبل النوم كنت أتخيل هذه القصة كنت أسمع صوتها الرنان في أذني وحين بدأت أفرز بين الكلمات أردت أنا أيضاً أن أبدأ في القراءة أن أقرأ كتباً أن أكتشف هذه المغامرات وأن أعيش حيوات أخرى مع الشخصيات فبدأت أقرأ القصص القصيرة جداً فأأسره في التدارج لا بد أن نبدأ بالقصص القصيرة جداً ثم في الحكايات طبعاً مثلاً القصص المكتب الخضراء والقصص العالمية ثم بدأت أكتشف مغامرات أخرى مجالات أخرى أقرأ كتباً أكبر مثلاً أو أكثر حجماً وموضوعاً أيضاً ثم بعد ذلك حب القراءة يجعلني أيضاً أبدأ في كتابة بعض الخواطر بعض الأفكار التي كانت تدور في الذهن ثم بفضل مصابقة مصابقة قرائية التي كان سر النجاح فيها هو التميز لم يلفت انتباهك مثلاً قبل سنوات تعلق مثلاً مريم أمجون أو فاطمة زهراء أخيار في تحدي القراءة العربي طبعاً جميل أن تكون هذه الشخصية قدوة لنا كانت قدوة لي كنت أراها تشارك في تحدي القراءة العربي فأردت أن أشارك في تحدي أنا في الإلقاء شكراً شكراً جزيلاً وإتقان اللغة العربية شكراً جزيلاً كنت أشاركت في تحدي قراءة العربي قبل ذلك في الصف الرابع أظن كنت أشارك في هذا التحدي وكما قلت كان السر للنجاح فيه هو التميز كان كل قراءة فكيف أتميز عن القراء؟ قلت لما لا؟ أكتب أنا أيضاً أبدأ في الكتابة فلابد أن يكون مثلاً كتاب يؤثر فيك لدرجة أنك تود أن تؤثر في القراءة كما أثر في كذلك الكتاب فبدأت أنا أيضاً في الكتابة وأحسست بهذا الشعور بشعور أنك تؤثر في الآخرين تؤثر في القراءة قمت بورشة مع الأطفال حيث كنت أقدم كتبي كل هذه الكتب وكانت تأتيني تلك الآراء الجميلة من طرف الأطفال كأنني يسرت لهم طريق فقد وجهت صعوبات في الكتابة وجهت العديد من الصعوبات مثلاً ربما لم يؤمن الناس بفكرة كاتبة صغيرة أو لم يؤمن الناس بهذه المواهب بهذه الفكرة بأنك كاتب صغير أو كاتبة صغيرة لم يؤمنوا بهذه الفكرة من آمن بك حتى أصدرت كل هذه القصص والرواية؟ أول من آمنت به يا والدتي وأنا أقول دائماً أن الأسرة هي اللبنة الأساسية لتكوين شخصية الطفل أول من آمنت بك قلت يا والدتي التي كانت دائماً تدفعني لكي أزول كل هذه المهارات أيضاً وكل هذه الأنشطة كالرسم والموسيقى فقد دفعتني في طريق الكتابة التقيت أيضاً بمكتبة كبيرة في الرباط هي أيضاً دفعتني وسعادتني لكي أنشر كتب المكتبة لكي أيضاً أقوم بهذه الورشات مع الأطفال لكي أشاطر تجربتي مع الأطفال لكي يسر لهم أيضاً هذا الطريق لم أسمعك تتحدثين عن مدرستك وطبعاً طبعاً المدرسة هي أيضاً كان لها فضل كبير فهي بفضل أسادة في الإبتدائك هي التي كانت تتعوني لكي أشارك في مصابقة تحت القراءة هي أول من دفعتني للمشاركة في هذه المصابقة فكما نعلم أن المدرسة هي التي تخبر التلاميذ عادة بالمصابقات القرائية أو إلى غير ذلك فكانت هي أيضاً أساساً أو بداية لطريقي لهذا الطريق كم مؤلف لديك؟ سبع مؤلفات باللغة العربية، باللغة الفرنسية وأيضاً ترجمة باللغة الأمازيغية جميل أنك التفتل للأمازيغية طبعاً لأن اللغة الأمازيغية هي لغة رسمية في المغرب وأيضاً لدي أصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي الذين قالوا أنهم يودون قراءة مؤلفاتي باللغة الأمازيغية وأنا أيضاً كان هذا هدفاً الهدف هو أنني أشاطر هذه الكتب وأنشر هذه الكتب العديد من اللغات لكي أمرر هذه القيم لجميع الأطفال القصص المصورة لماذا؟ نعلم أن الأطفال يحبون الصور يحبون هذه الصور الكاريكاتورية الصورة مع النص تعني لك القدرة على التعبير بطريقة أفضل البلاغة في التعبير وأيضاً تقديم أبعاد مختلفة ربما عبر قصص مصورة عبر الصورة التي تمتزج مع النص لتكون ذلك الكيان الذي فيه فكرة فيه خلق فيه إبداع فيه موضوع أو تيمة تريدين تقديمها للقارئ صحيح وكأن نقول أن الكلمة تخاطب العقل ولكن الصورة تخاطب العقل والهواطف أيضاً والمشاعر أيضاً تدخل إلى الوجدان صحيح دعيني أقرأ من شان والقطعة الذهبية فتحت الصفحة يعني بدون صفحة ثامنة تقولين ففي أحد الأيام قرر الأخ الطماع أن يزيح أخاه من الحكم فجمع أخطر عصابة في الصين هذا ثم تقولين كان له ابن اسمه شان يرافقه كل يوم ليتعلم الصيد ويعيله في المركب وإصلاح الشباك كبر الصبي وأصبح شاباً يافعاً يساعد أسرته ويجمع المال ليشتري الدواء لأمه طريحة الفراش أي مدى ومسافة يمنحها فعل الكتابة لكي نعبر عن المجتمع عن الظواهر عن حتى بعض الأمور التي قد تستجد في ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا ولكن في نفس الوقت أي قوة يمكن أن تجعلنا نخاطب الإنسان بما فيه من مشاعر وأحاسيس لكي نخرج منه الإنسانية التي نبحث عنها صحيح صحيح أنا عن طريق الكتابة كما قلت أمرل هذه القيم أحاول أن أترجم الواقع أترجم الواقع بقصص خيالية أترجم هذه المواضيع التي نعيشها في الواقع هذه القيم هذه المبادئ مثلاً في هذه القصة تطرقت لي مثلاً قيمة عدم إخلاف الوعود فقد أخلف شان وعده للجنية عندما نسترسر في القراءة نفهم ذلك أقول أن الكتب هي أفضل طريقة أو أوسع باب لكي نتطرق لجميع المواضيع الواقعية وخصوصاً إذا كانت كتباً خيالية فهي تستقطب الأطفال الكتب الخيالية تستقطب الأطفال خصوصاً إذا كانت مرافقة بصور كما قلت الصورة تخاطب العواطفة والمشاعر فالكتب هي ترجمة للواقع أنا أحاول أن أترجم هذا الواقع عن طريق كتب ماذا يختلف أو كيف تختلف الكتابة لديك في اللغة الفرنسية أو باللغة الفرنسية عن اللغة العربية أنا أحب القراءة والكتابة في اللغتان أظن أن باللغة الفرنسية أحاول أن أخاطب الشعوب الأخرى حاول أن أخاطب الشعوب الأخرى آخر حاول أن أخاطب الشعوب الأجنبية الأوروبية بالخصوص خصوصاً في هذا الكتاب مثلا أخاطب حيث أضعوا فيه علاقة الإنسان بالطبيعة أو مع الطبيعة خصوصا هذه العلاقة التي دمرت من طرف الأوروبيين لأنني كما نلاحظ لم أختر أسماء عربية هذا الكتاب كانت ليلة مكتملة البدر حاولت أن أخاطب بهذه الفئة لأنها أظن أنها أكثر ضررا بالطبيعة أقول فيها أن الإنسان كائن ربما في هذا الكتاب قلت أن الإنسان كائن وحشي لك خويل لأنه لم يحترم هذه الطبيعة لم يحترم ذلك الوعد الذي وضعه مع الطبيعة أو ذلك العقد الذي وضعه مع الطبيعة شاهدت ذلك الطفلة التي أبكت الناس في قمة للمناخ وذهبت لولايات المتحدة واستهزأ بها دونالد ترام اليوم أصبحت وكأنها سفيرة للطبيعة لحماية الطبيعة جميل جميل أشاهدها ولكن جميل هذه الفكرة أنها تصبح سفيرة للطبيعة لا سأوريك الفيديو بعد الحلقة شكرا لأنها بالفعل في سنك ربما ولكن أصبحت مترافعة باسم الأطفال باسم الإنسانية جمعاء من أجل الحفاظ على البيئة وعلى الطبيعة فأخذينا الخيال كقاعدة انطلاق في الكتابة خيالكم أيها الأطفال أصبح يصل إلى مرحلة الوعي بمعنى التنمر بمعنى الزراء الآخر بمعنى السلب الحقوق مثلا لذوي الاحتياجات الخاصة بدلا من أن يملأه جمال الطبيعة ومناظر الحدائق الخلابة وبراءة الطفولة في اللعب واللهوي والإقبال على الحياة لهذه الدرجة ترين أنك كطفلة مسؤولة اليوم عن نقل كل هذه الصور التي تشوه مجتمعاتنا للأسف لا نتحدث عن المغرب ولكن عن كوكب الأرض بالشكل أنا أحب أن أعيش في مجتمع واعي لأنه إذا غطينا عيوننا عن هذه المناظر التي هي موجودة عندنا موجودة في مجتمعاتنا إذا غطينا أو حجبنا عيوننا عن هذه المناظر كأننا نعيش في غار ومقفل لا نرى فيه العالم حولنا إذا لا بد أن نعيش في مجتمع واعي من خلال القراءة من خلال قراءاتي أصبحت واعية بهذه المشاكل التي نعيشها ولكن أيضا أمرر أو أعرض الأشياء الإيجابية في مجتمعاتنا القيمة والمبادئ الإيجابية في مجتمعاتنا هناك الحديث من الأشياء الجميلة في المجتمعات العربية بالخصوص تحدث عن المجتمعات العربية من خلال هذه القصص أحاول أن أمرر هذه القيمة الجميلة وأمرر دروسا للمجتمعات الأخرى عن هذه المجتمعات العربية جميل من أين تأتينا بالوقت لكتابة السيناريوهات والروايات والقصص والرسم والعصف على البيانو وترافع باسم الأطفال في برلمان الطفل المغربي والطفل العربي قد يتساءل البعض ويقول أطفالنا الذين يعني يهدرون وقت كبير جدا في اللعب وفي الأجهزة الذكية من أين جاءت هبات الله بكل هذا المتسع لكي تمارس كل هذه الأنشطة التي هي إيجابية في حياة أي طفل كان أنا أحاول في الفصل الدراسي أن أتابع مع الأستاذ قدر الإمكان أن أستفيد كل المعلومات التي يمكنني أن أستفيدها في هذا الدرس لهذا حين أعود إلى المنزل لا ألجأ إلى المراجعة أو إلى إعادة التمارين والدرس بمئات المرات لا فأكتفي مثلا بتمرين واحد أو اثنان لأنني كنت قد فهمت الدرس استوعبت الدرس في الفصل فبعد ذلك أجد وقت الفراغ أجد وقت الفراغ فماذا أفعل بهذا الوقت؟ هل أحمل الهاتف وأبدأ وأتصفح وأتصفح إلى مالا نهائي؟ أحاول أن أستغل هذا الوقت أن أستثمر هذا الوقت أحسن استغلال فأبدأ في الكتابة حين تخطر ببالي فكرة حين أود أن أكتب حين أود أن أعبر عن نفسي عن أفكاري عن قيمي عن مبادئ أبدأ في الكتابة وبعد ذلك حين ربما أتوقف أو يتوقف عند الإلهام يأتيني إلهام من نوع آخر تغبين لتعزفين البيانو أذهب لأعزف البيانو نسمع واحد المقطع من عزفك البيانو عزف جميل جدا موسيقى لديك نسم علينا الهواء لديك عشق للمركز الأول على ما ألاحظ يعني اليوم ربما في سنك أنت صاحبة أكبر إصدارات على المستوى الوطني مركز أول في الموسيقى مجموعة من الجوائز بسم الله ما شاء الله لهو تحدي شخصي ذاتي من أجل إثبات ذات ربما في حقول الإبداع والأدب أنا أقول أن أكبر تحدي يمكنني أن أخوضه هو تحدي نفسي تحدي نفسي أحاول دائما أن أكون أفضل نسخة من نفسي لكي أكون قدوة للآخرين لكي أمرر قيمي رسائلي لهذا أحاول أن أكون أفضل نسخة من نفسي أضعها تحدي صح أضعها تحدي لأنني أقول أن لا شيء مستحيل كيف جاء تحدي دخولك الترافع دخولك برلمان الطفل في المغرب ومن ثم البرلمان العربي في البداية كنت أحب هذه القضايا أحب التحدث عن هذه المواضيع فقلت لما لا أدخل في البرلمان المغربي وقد أخبرت من طرف الأكاديمي أن هناك مثلا مصابقة أو مجموعة من المواضيع نقوم بها لأجل دخول البرلمان ثم بعد ذلك دخلت في البرلمان المغربي واخترت لكي أمثل المغرب في البرلمان العربي للطفل ثم من أجل الجلسة الأولى في الدورة الثانية أنت نائبة لرئيس برلمان قد اخترت هذا المنطب منطب النائب الثاني والحمد لله مثلت بلدي وشرفت هذا البلد تريد أن أعيدك في شريط الذكريات لجلسة المنطب العربي نتابع والآن سننتقل إلى هبة الله العالمي من المملكة المغربية فلتتفضل مشكورة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن إشراك الطفل في اتخاذ القرارات يتعلق بأكثر من مجرد سؤاله عن آرائه وأفكاره فلابد أن يكتسي طابع الجدية وينتقل من الاختيار الحر إلى التجسيد على أرض الواقع وبالتأكيد بإشراك الطفل يمكن للكبار فهم مشكلته من وجهة نظره وتوفير الحلول الأكثر فعالية وفعلية والمناسبة له الحمد لله نحن في عصر حيث المنظمات الحقوقية كبرلمان الطفل تلعب دورا هاما في تعزيز مشاركة الأطفال في اتخاذ القرارات فهذه المنظمات تعمل على تمكين الأطفال من الإدراك بأن لهم حقوق وصوتا في المجتمع وتعزيز ثقتهم بأنهم يمكنهم التأثير والمساهمة ملكة الخطابة لا تمنح لأي إنسان مهما بلغت يعني يقال أنك إن ملكت سلطة اللغة فإنك ستملك الخطابة وستكون مفوه وقادر على الارتجال ولكن هناك أساتذة في اللغة العربية ولا يملكون فن الخطابة من أين جاءتك هذه الموهبة وأنا أطالعك منذ أن بدأت الحديث وأنت تستخدمين حتى لغة الجسد في خطابك يدك تتحرك تودين أثبات الفكرة التي تطرحين من نموذجك أو حتى كيف تعلمت أن تكون بهذه القوة المصابقة المصابقة تعلمت تقريبا كل مواهبي عن طريق المصابقات دائما أنصح الأطفال بأن يخذوا هذه التجارب تجارب المصابقات كنت أشارك في مصابقات الخضاب حتى وإن لم أفز فإنني اكتسبت هذه الملكة اكتسبت ثقة في نفسي اكتسبت ثقة في قدراتي ومواهبي لهذا دائما أحث التلاميذ والأطفال بالمشاركة في المصابقات المصابقات القرائية المصابقات الموسيقى المصابقات درسم حتى يكتشفوا ذاتهم يكتشفوا موقعهم في هذا العالم يكسروا حتى الحواجز حواجز الخوف حواجز الخوف نعم صحيح اكتسب التلقائية في الحديث أريد أن أسألك هل تؤمنون بنا معشر الكبار أنتم الأطفال الكبار لست أنا ولكن من الكبار من يقومون بفعل في السياسة وآخر في الاجتماع وآخر في الصحة وآخر في الثقافة هل لديكم تفاؤل بالمستقبل بأن قد يصنعون لنا قاعدة انطلاق لواقع أفضل في المستقبل لأنك تترافعين عن الطفل عن حقوق الإنسان عن الفئات المهمشة على سبيل المثال ذوي الاحتياجات الخاصة عن التنمر على من له اختلاف معنا وهذه تيماتك في الكتابة هل لديك إيمان بأن أولئك الكبار يراعون ما نشعر به نحن الصغار؟ صراحة أنا أظن أن الكبار هم قدوة الصغار لكن رغم ذلك لابد أن نخلق قدوة من نوع آخر وهي طفل يعطي نصائح لطفل آخر لأن الطفل هو أفضل شخص يمرر هذه الرسائل هذه أدوات التلقيق أي صحيح ولهذا نحاول أن نجعل هذا المجتمع مجتمعا قارئا مجتمعا واعي بهذه المشاكل لكي نخلق هذا الأساس هذه القاعدة التي نبني عليها كبار الغد جميل الهوايات التي لديك من بينها ما يلفت الانتباه أن يذهب المرء للأدب فهذا نتيجة لمجموعة من التراكمات ولكن أن يمزج ما بين الأدب والكتابة والسيناريو والأفلام القصيرة والحساب الذهني من كل قطر أغنية ما علاقتك بالحساب الذهني؟ أنا أحب العلوم أحب الحساب الذهني منذ صغري أيضا وكنت أزاول هذه الموهبة الحساب الذهني وحس على أيضا رتبة الأولى جهويا في مصابقة الحساب الذهني وأقول أيضا دائما أن هناك حلقة وطيدة بين العلوم والأدب فنرى أن من كان لهم تخصص علمي يبضعون في الأدب لأنهم اختاروا هذا التوجه اختاروا هذا التوجه هم كان لهم توجهون علمي لكنهم أرادوا بملء إرادتهم إلى إرادتهم معفوا أن يذهبوا لهذه المجالة وانت ماذا تريدين أن تكونين في المستقبل؟ لك نعا أود أن أصبح مهندسة في الذكاء الاصطناعي هذا في المجال العلمي وأود أيضا أن أترك بصمة في مجال الأدب أن أصبح كاتبة كبيرة في المستقبل أن أكمل هذا المسير هذه المسيرة أكمل هذا الطريق طريق الكتابة وأترك بصمة في تاريخ الكتابة بإذن الله سألتك مرارا وتكرارا عن ما شجعك ما حفزك كيف وصل البدايات كانت مع والدتي ذكرتها في أكثر من مرة سأكثر بروتوكول البرنامج لأن فيه ضيف واحد ووالدتك يخطي في الكاميرا ندعوها لحظة للذكرة تبقى معك على المباشر لا تفضلي تفضلي إلا كان شي إلا كان شي مشكلة أنا نتحمل مسؤوليتها تستحقين لك من القلب تحية ولكل الأمهات المبدعات التي يحفزنا بناتهن وأبنائهن على التألق والإبداع تفضلي كلمة حق هذه المبدعة المتميزة أنا جد فخورة بالإبنة ديالي والحمد لله والإصرار ديالها والعزيمة ديالها والمتابرة أنها قدرت توصل للمرحلة هذه وجد سعيدة الكلمات يعني ليش بشأن زمن عبر ذيك خير من ألف كلمة تبارك الله عليك وربي كثر من أمثالك كما يقال والأم مدرسته إذا عددتها شعبا طيبا فأنت مدرسة بكل ما تحمل الكلمة معنا وقدوة لكل الأمهات بأن يمنحنا أطفالهن هذا الزاد الجميل جدا لمستقبل أفضل لهم لأنهما اللي نعاولوا عليهم إن شاء الله يبنوا مغرب الغد في مغرب الجميل وخاصة أنك قلت الذكاء الإصطناعي فهذا ورش مفتوح داخل المغرب في الختام هبة الله خليك للا معنا سنختم أنت معنا في صورة لتبقى مشهد يبقى للذكرى وإن شاء الله تفرحي بها كبيرة أيضا متألق لامعة في كل المجالات إن شاء الله هناك هدية لك ولعبير عزيم لمؤسسة Language Nest في المملكة المتحدة عبر رئيسها جمال حروش دراسة اللغة الإنجليزية بالمجان لمدة سنة هذه هدية تكين وهدية عبير عزيم هي مخيم صيفي في المملكة المتحدة كامل التكاليف من هذه المؤسسة لمدة أسبوع في بريطانيا أنا أرد بزمعها بشتنتي تكونك مخيم صيفي في الإنجليز إن شاء الله تكون جائزة موحدة وهذه جائزة جائزة التمييز يعني حين علم أنك ستكون لنا في البرنامج وأيضا عبير عزيم أراد أن يقدم هذه الهدية مشكورة جمال ومؤسسته وكل الفعاليات الوطنية التي تشجع وتؤازر وتساند هذه المواهب الشابة التي نفتح بها شكرا لك شرفتنا اليوم في ميديان وفي ضيف التحرير شكرا لكم إلى اللقاء قريب إن شاء الله مع إصدارات جديدة شكرا لك على كل ما قدمت لهذه الطفلة الجميل شكرا لكم أيضا شكرا لكم وصولكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة لكم أجمل تحيئين ما كنتم إلى اللقاء